السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في هذا الفيديو رح نتحدث عن ونشرح شابتر الرابع من مادة الامبيدس سيستم لطلبة المرحلة الثالثة في قسم هندسة تقنيات الحاسوب كلية العراق الجامعة هذا الفصل هو الفصل الرابع في المادة هذا الفصل يتناول موضوع serial communication والserial interfaces أهم الأساسيات بالحقيقة أساسيات serial communication والserial interfacing رح نناقشها في هذا الفصل شونه نقصد بالserial communication أو serial interfacing نقصد أنه عملية الإرسال تكون one bit at a time هذا أهم شيء بالموضوع في المقابل أنا عندي parallel transmission الparallel transmission لا إذا كان عندي byte كامل يعني ثمان بتات فالثمان بتات كلها ترسل في وقت واحد ثمان بتات يعني عندي ثمان ثمان وايرات ثمان وايرات كل واير رح تمشي بيت واحدة فيصير عندي ثمان بتات تتحرك بثمان وايرات هذا لم يعد الآن موجودا إلا في مكانات قليلة جدا يعني الparallel communication يكاد يكون انقرض مثل ما رح نشوف بعدين فالعالم كلها متجهة لserial communication اللي ينقل bit by bit bit at a time أو bit by bit يعني أستخدم واير واحد كابل واحد فقط لعملية الإرسال السيريال communication هو prevalent بالحقيقة منتشر انتشار كبير في كل الكمبيوترات وتطبيقات الكمبيوتر وتطبيقات الimbedded system في الimbedded industry وفي الكمبيوتر industry في الكمبيوتر كمثال اللابتوب أو الpersonal computer عندنا سيريال كوميكيشن نعم كثيرة هي سيريال كوميكيشن أحدها وأشهرها هو اليو اس بي الآن إحنا نربط ماوس يو اس بي ونربط برينتر يو اس بي وأحيانا شاشة يو اس بي اليو اس بي اللي هو بالحقيقة هو نوع من أنواع سيريال كوميكيشن اللي يستخدم اللوجيك نيم كوم الكوم عموما هي كلها سيريال كوميكيشن سواء كانت اليو اس بي أو ما يسمى بال ار اس 222 الموجود في حاسبات الدسكتوب حاسبات الدسكتوب بها نوع من البرتات يسمى ار اس 222 ايضا اللوجيك نيم مالتك كوم وهو سيريال كوميكيشن هاي على مستوى الكمبيوترز على مستوى الimbedded system راح نشوف تطبيقاتنا يعني كلها تقريبا أو أغلبها على الأقل هي تستخدم السيريال كوميكيشن لأنه أقل كلفة وأقل وايرين خلي نراويكم قطعة فيديوية تراوينا ما هو الفرق بين السيريال كوميكيشن والباراليل كوميكيشن خلي نشوف هذا الفيديو هذا المقطع ونحكي عنه نسولف به راح نشوف الآن واضح السه العملية شون يتم الارسال شون يتم الارسال البيت الواحد طريقة حركته في الكابل واحد كابل واحد طبعا سرح نشوفه بشكل أوضح بعدين يعني شون يمشي بيت ورا بيت بيت باي بيت يعني الفرايم بيأكمله طبعا الفرايم هو ليس ثمان بتات راح نشوفه بعدين نتكلم عن الفرايم متى السيريال كوميكيشن يعني المهم بشكل عام ان السيريال كوميكيشن هو يتحرك بهذا الشكل لو كان عندي مثلاً 188 الرقم 198 اريد ارسله هذا هو الباينري مالته مرة اريد ارسله بالباراليل عندي هذا المرسل ال TX وهذا المستقبل اسأله نركز شوي اكثر انش اللاحظ اللاحظ انه عندي ثمان بتات هاي هي الاثمان بتات هاي نفسها راح تتحرك كل بت راح تتحرك بواير البت الثالثة والبت الرابعة البت الخامسة البت السادسة سابعة الثامنة يعني عندي ثمان بيتات عندي ثمان وايرات واحتاج الى ground احيانا فيصير عندي تسع وايرات زيان هذه العملية يعني اغلب الناس اغلب التطبيقات الحديثة بعد ما تريدها لان هذه كلفة بالكونكشن لما يصير ارسال من التي اكس الى الار اكس بهذا الكم من الوايرات اذا كان عندك يعني ايت بيت فما بالك اذا كان عندك اكثر اذا كان عندك سكستين بيت اشقد عدد الوايرينج اللي هنا تحتاجه في هذه الحالة اذا هذا يسمونه الparallel communication او الparallel transmission اللي هو يكاد يكون انقرض ولم يعد موجودا بالمقابل اللي نهتم به احنا هو serial communication طبعا اكيد serial communication هو الاكثر شهرة هو الاكثر استخدام الان هذا 16 bit مثل ما تشوفون هذا 16 bit parallel transmission احنا عادة نبحث عن less connection صار عندي 16 وير بالمقابل serial communication هسا ذا ننظر للسير الى الكمنيكيشن ترسل البيانات نفس هذا البيت اللي اريد ارسله من التي اكس الى الار اكس رح ارسله بت ورى بت اول ما الزيرو وراها يرسل الواحد الواحد الثاني زيرو 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 ثم الواحد ثم الواحد يرسل تباعا بت ورى بت بهذا الشكل والعملية تكون مستمرة مرة يكون بكلوك ومرة يكون بدون كلوك هنا بعد حسب التطبيق اللي انت مستخدمه حسب نوع البروتوكول اللي انت مستخدمه مثل ما رح نشوف بعدين طبعا عدنا تطبيقات تشتغل serial with clock وعدنا تطبيقات شوف هسا الان هسا هنا رح يفتر الوجود احد انواع البروتوكولات السيريال اللي تستخدم clock تحتاج الى نبضة كل عملية ارسال كل بت ترسل هي بالحقيقة ترسل بعد مجيء clock تجي الكلوك الاولى ترسل البت الاولى تجي الكلوك الثانية ترسل البت الثانية وهكذا الكلوك الثالثة البت الثالثة فانا ذاريد ارسل 8 بت احتاج الى 80 clocks واذا ارسل 16 بت احتاج الى 16 clocks هسا الان رح يرسله 16 بت بالحقيقة فيحتاج الى 16 clock وهذه العملية نوعا ما تكون ابطأ ولكن الها ضرورتها في مكانات معينة هذا هو الشكل العام للسيريال كومنيكيشن نتيجة هذه الاختلافات اجت انواع بروتوكولات كثيرة للسيريال كومنيكيشن مثل ما تشوفون الاس باس الجي تاغ الاي سي كورد سي الاس باي اليو اس بي الار اس 222 كام باس اليو اي اي ار تي هذول رح ناخذهم هذي بروتوكولات سيريال كثيرة موجودة طبعا احنا عموما السيريال كومنيكيشن اجى بخطين بخطين هل هناك كلوك بالموضوع اذا كان اكو كلوك فهذا النوع من السيريال كومنيكيشن يسمونه synكرونس متزامن synكرونس سيريال كومنيكيشن اما اذا كان لا يوجد كلوك فيسمونه بزيب حرف اي يصير اسنكرونس كومنيكيشن اسنكرونس غير متزامن اذا وراح تشوفون اكو بروتوكولات بنتشتغل إذن هي أسينكرونس وأكو بروتوكولات تشتول يعني سينكرونس وكل واحد إلى مكاناته وكل واحد إلى تطبيقاته هذه فكرة موجزة عن السيريال كوميكيشن ومقارنته بالباراليل كوميكيشن أنا ليش أريد هذه البروتوكولات أو ليش أريد هذه أساليب الكوميكيشن لأنه أنا المايكرو كونترولر أريد أربطه وي العالم الخارجي وي الـ External Plants وي الـ External Units شون أربطه شون أخلي المايكرو كونترولر يتفاعل وي الـ External Devices وي الـ External I.O. Devices شلون من خلال هذه البورتات زين هذه البورتات ما هو نمط الكوميكيشن بها نمط الكوميكيشن يسمى بروتوكول يعني ما هي قواعد عملية التواصل والاتصال ما بين البورت المعني بالمايكرو كونترولر وي العالم الخارجي هذا النمط زين يسمى بروتوكول البروتوكول يقولون هو set of rules مجموعة قوانين مجموعة قواعد مجموعة آليات مجموعة أساليب هذه الأساليب تعمل بالأسلوب الفلاني يطون اسم يعمل بأسلوب آخر يطون اسم آخر ولذلك تنوعت البروتوكولات وأصبح عددها كبير موجودة هذه هي البروتوكولات مرات تسمى بروتوكول أو تسمى algorithm ما هي خوارزمية العمل يعني أنا أريد الديزاينر يتبع فد algorithm معينة أو يتبع فد بروتوكول معين حتى يخلي السوفتوير الموجود بالmicrocontroller الموجود داخل الميكروcontroller synchronizes يتزامن مع الهاردوير الخارجي اللي مراد السيطرة عليه أو مراد نطلع بيانات إلا أو أقرأ من عنده بيانات يعني بشكل عام خلي نسمي الإي أو ديفايس هذا الإي أو ديفايس كيف يتفاعل الميكروكنترولر معاه كيف يتصل معاه يتصل معاه وفق خوارزمية معينة أو بروتوكول معين بشكل عام عندنا 5 mechanisms خمس أساليب خمس ميكانيكيات لعملية synchronization ما بين الميكروكنترولر والأمبوت أوتبوت طبعا ما نقدر ناخذها كلها ناخذ الأبرز الأهم من هذه الخوارزميات الخمسة أو الميكانيزمس الخمسة طبعا هذه الميكانيزمس أنا ليش أريدها؟ لأنه هي الأساليب اللي بالحقيقة أقدر أسوي synchronization وحيشينا في محاضرة سابقة عن synchronization وأهمية synchronization بعد ما نكرر هاليوم ما بين البيانات يعني ما بين الامبوت أوتبوت ديفايس والمايكروكنترولر يعني شون تقدر تخلي المايكروكنترولر ينتقل من يقولون من يسوي عملية نقلة حتى يقدر ينقل البيانات من وإلى الوسط الخارجي أو المحيط الخارجي اللي هو الامبوت أوتبوت ديفايسز أو الامبوت أوتبوت أو الاكسترنال يونت أو الاكسترنال بلانت خليني بدي هسب هذه الميكانيزمس خليني أخذنا ثلاثة على الأقل من هذه الميكانيزمس الشهيرة لتحقيق synchronization طبعا بعضها ما أخذينها مثل الانتروبت بالفصل الثالث أخذنا الانتروبت هو أحد هذه الميكانيزمس اللي تحقق synchronization ما بين المايكروكنترولر والعالم الخارجي يعني ما بين من السوفتوير والهاردوير من نقول مايكروكنترولر متمثلا بالسوفتوير أو السوفتوير متمثلا بالمايكروكنترولر والعالم الخارجي أو المحيط الخارجي أخذنا الانتروبت وراح نكرره هنا بشكل مختصر واحدة من الميكانيزم أو أول ميكانيزم يسمونها blind cycle It is a method where the software simply waits هاي الزبدة مالتها waits fixed amount of time إذا كان السوفتوير يعني المايكروكنترولر من نقول السوفتوير يعني المايكروكنترولر ينتظر فترة زمنية محددة أوكي لحين إكمال عملية الـ في هذه الحالة يقولون هذا blind cycle هذا هو الخوارزمية خوارزمية العمل لهذا النوع من الـ ينتظر فترة زمنية محددة ثم يبدأ بعملية قراءة الـ data من جهاز إدخال أو إخراج data على جهاز إخراج يعني يسوي فترة عملية معينة أوكي فترة عملية معينة هسا جد هذا الزمن هذا بعد حسب وقتها الـ designer إذا انتظر فترة زمنية معينة وما حصل البيانات يعني البيانات ما إجت على الـ حتى هو يقراها أو ما طلعت ما جهزة البيانات ما العلاقة جهزة البيانات ما جهزة البيانات هو يقول لك أنا أنتظر فترة زمنية محددة ووراها أسوي الـ action المطلوبة هسا الـ action المطلوبة كانت جاهزة للعمل أو مجاهزة للعمل ولذلك يقولون عليه أعمى هذه الـ cycle اللي بالحقيقة ما تاخذ بنظر الاعتبار المحيط ولا تاخذ بنظر الاعتبار الـ events اللي ممكن تحصل تنتظر فترة زمنية معينة إذا معناها أكو timer بالموضوع كمثال بسيط على هذا النوع الغسالات القديمة الغسالات العادية الغسالة المنزلية أنت تجي توقيتها بالحقيقة على timer شايفين هذه القرصة واحد يفرها الزين اللي هو بالحقيقة هي timer هذا timer توقيته مثلا على 10 دقائق خلاص هو بعد 10 دقائق ويخلص العمل ما له الملابس انغسلت ما انغسلت نطفت ما نطفت حطيت ماء نسيت الماء حطيت مسحوق غسيل أو ما حطيت كلها ما لا علاقة بيها إيه لك أنا أنت وقتتني على 10 دقائق أفر الماطور زين لمدة 10 دقائق ووراها أوقف العمل افترض الملابس ما نطفت ما لا علاقة افترض انت حطيت الملابس بس ما حطيت ماء زين ما شغلت الماء ما ترست الخزان ما تلغسالة ماء ما يهمه هو يفر الماطور هو مطلوب من عنده أن يفر الماطور 10 دقائق إذن blind cycle يسوي الاكشن زين ضمن يعني بالحقيقة عنده وقت محدد ويسوي الاكشن المطلوبة عندك جهاز حماية الأجهزة الكهربائية جهاز حماية الثلاج على سمثال توقيت أنت على أربع دقائق بعده ما لا علاقة بالحقيقة يعز الكهرباء عن الثلاجة أربع دقائق ووراها ينطي كهرباء الثلاجة عاطلة الثلاجة ما عاطلة كمبريسور شغال كمبريسور ما شغال ما إلى علاقة عملية الwriting عملية ال output command أو ال input command ما إلى علاقة B&D مجرد انتظاره لفترة زمنية محددة وهذا يعني الأمثلة عليه موجودة مثل ما ذكرت هو يعني محدودة الأمثلة على هذا النوع من synchronization الأكثر استخداماً والأكثر شهرة هو ال interrupts اللي هو النوع الثالث اللي راح نجي له وال busy wait ال busy wait في هذا الفصل اللي إحنا راح نهتم به is software loop أهم شي نركز على أن ال busy wait ما هي إلا loop ورح نشوف شون نسوي هذه اللوب هاي وظيفتها checks the IO status راح تشيك حالة الإدخال أو حالة الإخراج أوكي وتنتظر حصول حدث ما تنتظر فال done state معينة أوكي تنتظر فال done state معينة كون أكو state تحصل إذا حصلت هذه ال state أو هذا ال action رأساً راح تطلع من هذه اللوب وتكمل بقية العمل أما إذا ما حصلت هذه ال action فسوف تنتظر زين حتى وإن طال انتظارها إلى المالة نهاية هي تبقى تنتظر تنتظر فمثلاً إذا كان عندي fed input device معين السوفتوير هنا راح ينتظر لحين أن ال input device يقرأ بيانات جديدة إذا قرأ البيانات الجديدة يتم قراءة تلك البيانات ويطلع من اللوب ويكمل بقية العمل وإلا يبقى داخل اللوب اللي flow chart مالته input status هل status ready؟ إذا ready خلاص يقرأ ال data أو يسوي fed action معينة إذا كانت ال status ok true مباشرة يسوي ال action مالته لكن إذا ما كانت true كانت busy يعني بعدها ما جايك مثلاً على سبيل المثال جايق رفد input port معين هذا ال port مرتبط مثلاً إلى sensor حريق على سبيل المثال فهو يتحسس sensor الحريق إجت قراءة يعني صار حريق طبعاً من تجي قراءة لل sensor معنى صار حريق صار حريق إجت قراءة إذا كانت جواب لا مباشرةً يرجع يفتر يعني ما يطلع من اللوب يبقى باللوب يرجع صار حريق صار حريق لا ويبقى يفتر بهاي اللوب إلى المالة نهاية إلى أن يصير حريق يالله يطلع من اللوب ويسوي فد أكشن معينة شنية الأكشن؟ يطي فد ألارم أو يفتح فد فالو حتى يصب ماء ويطفي الحريق منظومة إطفاء الحريق أوكي مثل هيشي منظومات موجودة خصوصاً بالمنظومات اللي بيها sequence of operation مثل ما شرحنا في المحاضرة السابقة طبعاً إحنا في هذا الفصل رح نركز على هذا النوع النوع الثالث اللي هو الانترابت اللي أخذناه بالفصل الثالث ما رح نشرحه هواي على اعتبار إحنا شارحينه واعتمدناه بالفصل الثالث يعني نقدر نقول إنه بالفصل الثالث اعتمدنا على واحد من السنكرونيزيشن ماثودز وميكا التكنيكس اللي هو الانترابت اللي هو هذا يعتمد على حصول حدث ما أوكي ما دام أكو حدث رح يحصل مباشرة المايكرو كونترولر هذا اللي يسوي الساسبنت للعمل الحالي يتفرع يروح الى انتراب سيرفيس روتين يكمله وسوي return يرجع مرة ثانية يشوف return from the interrupt هذا هو الانتراب سيرفيس روتين وهذا هو المين بروغرام هذا هو البرنامج الرئيسي فمجرد تجيله تجيله على سبيل المثال مجرد تجيله فد انترابت مباشرة بس يجي الى انترابت يروح يقرأ البيانات مثل الانترابت ويسوي فد عملية معينة يروح الانتراب سيرفيس روتين يكمل العملية الموجود داخل الانتراب سيرفيس روتين يخلص يسوي return from interrupt وين يرجع؟ يرجع البرنامج الرئيسي ويكمل بقية عمله هذا الاسلوب وقلنا بميزات ويعتبر الأسرع والأكثر استخداماً في منظومات الريال تايم ومنظومات الامبيدس سيستم في هذا الفصل ما رح نهتم كثيراً بالانترابت اهتمامنا رح يكون بالطريقة الثانية اللي هي طريقة البزي طبعاً إذا كان الهاردوير الامبوت ديفايس أقصد بي الهاردوير الخارجي طبعاً غالباً الامبوت اوتبوت ديفايس هي أكثر بطئ هي يعني أبطئ من السوفتوير السوفتوير غالباً سريع بس إذا كانت هي أسرع العملية جيدة جداً ما رح يصير عندنا ويتن تايم لكن هذه الحالة نادراً تحصل غالباً السوفتوير هو أسرع بكثير من الهاردوير ولذلك أحتاج some form of delay مثل ما حتشينا بالفصل السابق Another characteristic of real time system is that data can vary over time بعض الحيان عندي مشكلة زيان إن البيانات تكون متغيرة مع الزمن بالreal time system البيانات تكون متغيرة مع الزمن على سبيل مثال مثلاً أنا جاي أتابع حركة traffic light تقاطعات مرورية معينة طبعاً أكيد هذه التقاطعات road intersections التقاطعات أكيد ما راح تكون متساوية على طول اليوم في لحظة من اللحظات الصير يعني مزدحمة جداً وفي لحظة من اللحظات الصير فارغة جداً فload متفاوت بالتالي هاي تعتبر بيانات متغيرة وهي لازم تأخذ بنظر الاعتبار في منظومات ال real time اللي يكون عندك ال time interval مالتها أو ما يسمى بال sample time متغير هاي يجب أن تأخذ بنظر الاعتبار ولذلك إحنا وين نروح مثل هتش نوع من المنظومات قد ما يفيدنا ال interrupt بقدر ما يفيدنا ال busy waiting أحياناً هذا مقدمة حتى أوصل للشيء اللي أريده وهي Serial Communication Protocols ما هي البروتوكولز الموجودة مثل ما ذكرت من الساعة في البداية البروتوكولات كثيرة يعني ال UIRT والSPI والUSB والCANBUS وبروتوكولات كثيرة إحنا ما راح نقدر ناخذها كلها نغطيها كلها في هذا الكورس ممكن واحد يقرأ عنها راح ناخذ يعني فد اثنياً أو ثلاثة مو أكثر يعني اللي هي تقريباً الأكثر تداولاً والأكثر استخداماً الأول واحد هو ال UIRT أو مرات يلفظوه UIRT هذا هو يقولون عليه ال simplest protocol بسيط طبعاً هو Serial Protocol Serial Communication Protocol أكيد هو الأبسط مختصر ل Universal Asynchronous إذا كلمة Asynchronous ومن تشوف كلمة Asynchronous شو نتفهم من كلمة Asynchronous أكو clock بالموضوع؟ لو ماكو 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 clock بالموضوع Asynchronous Receiver Transmitter هذا هو اللي راح نستخدمه في عملية بناء ال Device Driver لبعض ال Unput Output هنا راح ناخذ مثال على يعني استخدم ال UIRT لربط 2 Microcontrollers بورد عندنا Launchpad نقصد به الميكرو كنترولر بورد المعتمد في هذا الكورس راح نربط 2 ورح ننطي واجب أيضاً اللي 3 فاللي يقدر يربط 2 Microcontrollers أو 3 Microcontrollers راح نسوي Chat Room نفترض أنه هالي 3 Microcontrollers هي 3 Computers يعني أكو 3 Users عليها شون يقدرون يسوون Chat بياناتهم محادثة باستخدام هذا الكتات باستخدام الكتات اللي عندنا وباستخدام Protocol وقال ال UIRT أوكي طبعاً أكيد بي Data Register و FIFO Register و SHIFT Register لأن عمله قائم على أنه بالحقيقة يطلع البت الأولى يعني least significant bit يرسلها يشفت بقية البيت إلى اليمين حتى يطلع البت الثانية أنه يشفت ويطلع البت الثالثة ويشفت ويطلع البت الرابعة وهكذا دواليك عملية الإرسال مالته يعمل بأسلوب الفيفو يعني أول bit دخل بالرجستر هو أول bit يرسل من ال TX إلى ال RX ثاني bit دخل هو ثاني bit يرسل وهكذا دواليك إذن بالحقيقة Data Register هو عبارة عن FIFO Register وأكو SHIFT Register يعني هو رجستر يعمل بأسلوب الفيفو وهو SHIFT مثل ما قلنا حتى لما يطلع البت يشفت بقية البيت إلى اليمين حتى يطلع البت الثاني والثالث والرابع إلى أن يكمل بقية البتات هنا السيريال بورت بشكل عام تمكن المايكرو كنترولر كمبيوتر كمبيوتر مايكرو كنترولر مايكرو كنترولر شاشات LCD كيبورد تطبيقات كثيرة راح تشوفونها بعضها زين إذا لحق نناخذها وبعضها يعني تترك لكم كهوموركات أو كلاس بروجكت سيريال ترانسميشن سيريال ترانسميشن مو جديدة هاي الحجاية نثبت هذا المعنى كون يترسخ بالذهن زين إذا أريد ثمان بيتات بعد لازم أروح للبراليل كوميكيشن وليس للسيريال كوميكيشن the number of bits transmitted per second جاءنا مصطلح جديد اسمه هذا المصطلح مر عليكم بالاتصالات مر عليكم بالكمبيوتر نتوركس اللي هو البود ريت ما هو البود ريت ما هو تعريفه هذا تعريفه the total number of bits transmitted per second عدد البتات المرسلة بوحدة الزمن يعني إذا أرسلت مثلا ألف بيت بالثانية يقولون البود ريت ألف بيت per second 1000 بيت مليون بيت وهكذا فالبود ريت هو عدد البتات تقسيم وحدة الزمن يعني بوحدة الزمن إذا قلبت البود ريت أحصل على ما يسمى بالبت تايم يعني البت الواحدة إيش قد رح يكون عرضها الزمني يسمونه البت تايم شون طلع البت تايم هو واحد على البود ريت مثل ما رح نشوف بعدين بالنسبة للميكرو كنترولر مالتنا المعتمد في هذا الكورس بالحقيقة بثمانية UiRT إذا عدد جيد وافر من البورتات اللي تعمل UiRT كم بورت ثمانية من هذه البورتات الفرايم المعتمد اللي تعتمدها ل UiRT الفرايم مالتا ب 8 بيت خاصة بال الديتا هذي بي نوت بي 1 بي 2 بي 3 بي 4 بي 5 بي 6 بي 7 هذي هي البيانات هذي هي البيت مثل البيانات وبي بيت تسمى ستارت بيت وبي بيت اسمها ستوب بيت الستارت بيت للدلالة على انه الان بدى الفرايم تكون تشتغل هذي الستارت بيت والستوب بيت تشتغل فاصل ما بين الفرايم الحالي والفرايم السابق والفرايم اللاحق لانه هذي الفرايمات ترسل بشكل متتابع هل من يقدر يميز الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ هذا هو الفاصل Malta أما بينهما فهي البيانات بعض الأحيان يضيفون مو فقط هاي bit data اتفقنا عليها one start bit اتفقنا عليها one stop bit اتفقنا عليها بعض الأحيان يضيفون bit أخرى يسمونها parity bit إذا تريد تسوي error يعني check بعض الأحيان حتى الرسيبر يسوي error check للفرايم اللي قادم يحطو له parity bit هذا الparity bit أما parity even أو parity odd إذا كان عدد الوحدات عدد زوجي ينطي parity even وإذا كان عدد الوحدات بالبيت عدد الوحدات فردي فينطي parity odd الرسيبر من يجي يتحسس parity even يعرف أن عدد الوحدات هو عددا زوجيا فيحسب عدد الوحدات إذا لقاها عدد زوجي فمعناها الفرايم المرسل وصل بشكل سليم ما تعرض إلى تغيير ما تعرض إلى تخريب زين لكن إذا جاء على parity even وهو حسب عدد الوحدات بالفرايم القادم لقاء odd يعرف أن أحد البتات تم تغييره تم تغييره بسبب نويز تم تغييره لأي سبب من الأسباب فبالتالي يعتبر هذا الفرايم فرايم خاطئ مو فرايم صائب إذا النوع من أنواع تشيك الأرر في الفرايمات المرسلة ما قد يصير المجموع؟ ثمم بيتات خاصة بالبيانات ستارت وستوب بيت هاي عشرة وإذا حطيت parity بيت يصير طول 11 إذا الماكسيمم بيتات خاصة بالفرايم لـ UART هي بالحقيقة ما تتجاوز الـ 11 بيتات أكو بعض شغلة أخرى يعني بالنسبة لل البورت اللي هو RS-232 هذا بورت موجود في حاسبات الـ Desktop باللابتوبات ما تلقى هذا نوع من البورتات فقط بحاسبات الـ Desktop أكتب أيضاً شنون أقدر أحصل هذا البورت هذا الشكله اللي هو دائماً تلقاه على شكل بالحقيقة 11 أو 9 9 pin male تلقاه الموجودات يعني من تفر الكيس مثل الحاسبة راح تشوف هذا الشكله D-Type عدد بناته 9 يحطون عادة على الحاسبة female إذا كان على الحاسبة طبعاً ممكن تخلي أنت الجهة الثانية الجهة اللي تربط إلى هذا البورت تكون male أوكي زين شون أربط هذا البورت مع مايكرو كنترولر على سبيل المثال مايكرو كنترولر بـ TXRX اللي خاصة بالـ UART قلنا بها عدد ثمانية هذا البورت إذا أريد أطلع يعني إذا أريد أسوي على المايكرو كنترولر نفس المايكرو كنترولر هذا مالتي أريد أسوي بي بورت RS-232 شلون؟ هذا الدزاين مالته هاي خريطة ثابته أخذ الـ TX والـ RX واحتاج إلى IC اسمه Max-232 Max-232 هذا IC ينباع بالسوق يعني تقدر تشتري هذا الماكس طبعا ممكن أرقامه شوية تتفاوت بس هو بشكل عام هذا الرقم مالتا Max-232 طريقة الربط مالتا هاي طريقة الربط Standard ما تتغير هاي فيشة أيضا تنباع بالسوق هاي فيشة اللي هي عبارة عن DP9 تقدر تربطها بهذه الطريقة مع الـ IC هذا هذا الـ IC وتربطهم إلى الـ RX والـ TX ما لـ UART اللي موجود على المايكرو كنترولر بهاي الحالة شي تحصل تحصل RS-232 serial port يعني تقدر تخلي المايكرو كنترولر بـ RS-232 serial port هذا نفس الربط موجود بالحاسبة يعني حتى الحاسبة من تفصخها من الداخل وتشوف الـ interface مال هذا البورت مالتها تلقى بي علاقة البورت الخارجي بالـ microprocessor تكون عن طريق Max-232 فأي ديفايس تلقى بي RS-232 أو أنت تريد تسوي بـ RS-232 لازم تروح تشتري هذا الـ IC وتشتري كم متسعة هاي المتسعات عددها خمسة أو ستة من المتسعات واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة خمس متسعات تربطهم بهذا الشكل على هذه الأطراف وتوصل بالـ RX والـ TX مثل المايكرو كنترولر تحصل على الـ RS-232 serial port يفيدك بأشياء كثيرة هذا البورت يستخدم حتى لبعض التطبيقات الصناعية شو نسوي بهذا المايكس 232 يقولون عليه هذا هذا وظيفته الأساسية طبعا عنده أكثر من وظيفة ولكن الوظيفة الرئيسية يحول مستويات الفولتية من مستويات الخمسة ونص فولت الخمسة فولت بشكل عام إلى مستويات الـ 3 فولت ثلاثة بوينت ثلاثة يعني زاد ناقص خمسة ونص زين يحولها إلى الزاد ناقص أو تقريبا من صفر إلى ثلاثة بوينت ثلاثة ديجيتال لفولز هاي وظيفته هاي وظيفته الأساسية يعني فولتج كومفيرتر أو يعني فولتج لفول كومفيرتر يعتبر أما هذه الكاباستر قيمها يعني مو كلش كريتكل يعني قابلة لتغيير عن هذه القيم ولكن هذه القيم هي الـ typical لقيم الكاباستر هذا النوع من الـ protocol يشتغل ميزة هذا الـ protocol اللي هو الـ UIRT يشتggل بطريقة simplex ويشتغل half-duplex ويشتغل full-duplex شنو simplex وشنو full-duplex وشنو half-duplex هذه متروكه هوم ميرك الأكم ديجأني شنو أشغله simplex وشنو أشغله half-duplex وشنو أشغله full-duplex قليل اخذ لنا فد فيديو width فاولة دي Beer لحظات عن الموضوع هذا هو الUIRT protocol هذا هو شكل الفريم مالته خلي نركز بالفريم مالته هذا التي اكس من يريد يرسل بيانات بهذا الشكل بهذا الشكل يرسلها الى ال Rx مثل ما قلنا اول bit هي ال start bit واخر bit هي ال stop bit بينهما تكون ال data bits اللي هي عددها ثمانية هذا هسا راح يوزع ال bitات هو راح يوزع ال bitات ابتداء من من ال stop bit واعتمد على transmission speed زين هو data length ال data length عادة هو 8 bits يعني 1 byte والترانسميشن سبيد هي البود ريت سميناها ترانسميشن سبيد او سميناها البود ريت اللي هي عدد البتات per second هذا هو شغل مالته ال start وال stop bits هذني كفواصل ما بين الفريم والفريم السابق اذا افترضنا اخذنا رقم Och هوah 98 بالباناري هو one one zero 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 one one راح ينزلن بهذا الشكل بهذا الشكل الى سا شنو صارت هسا هذني data او كي او كي شنو لازم يضيفالهم بعد لازم يضيفلهم ال stop bits هذا data length to get eight bits هذه بيانات حقيقية اللي هو المراد إرسالها من TX إلى RX من المرسل إلى المستلم شون يحتاج بعد؟ يحتاج إلى ال Stop Bit وين هال Start Bit؟ وين هال Start Bit؟ هاي اللي عادة شوف إذا تلاحظ عادة ال Start Bit تكون له Level يعني ما أخذه Level 0 زين ولأنه السيقنال الأول ما تيجي بطبيعتها بطبيعتها الأساسية High يعني بحالة Default السيقنال ما تيجي High فحتى يتبين البداية ما يصير يحطها High لأن إذا حط ال Start Bit أيضاً High ما رح أتبين من الحالة Default عن حالة بداية الفريم فرأساً يغير يسوي Change Transition ينقلها من حالة ال High إلى حالة Low إذن ال Start Bit دائماً شنو؟ Low بينما ال Stop Bit دائماً High شوف ال Stop Bit أو ال End Bit دائماً High هذا الفريم اللي راح يرسل من TX إلى RX شوف ال First Law is Start Bit Start Bit دائماً Low هذا هو الشكل العام للفريم البيانات هذي 8 Bit ممكن يضيب Parity Bit نعم ممكن يضيب Parity Bit عدد بتات بدل ما 10 يكون 11 اشقد ال Bit Time ال Bit Time يعني هسا دارد أشوف العرض مال هالي الخضرة هاي البلون الأخضر هاي عرض ال Bit الواحدة عرض ال Bit الواحدة اشقد يساوي واحد على البود ريت البود ريت اشقد مثلاً البود ريت أكو أرقام Standard ال UART Protocol إلى أرقام Standard للبود ريت يعني ما تقدر دائماً تاخذ الأرقام اللي ببالك إلا بحالات خاصة بشكل عام الها أرقام Standard أشهر رقم للبود ريت هي 9600 Bit Per Second أو بودز Per Second اقلبها سوي واحد على 9600 الرقم اللي يطلع هو يسمونه ال Bit Time اللي هو عرض النبضة عرض ال One عرض ال One عرض الزيرو عرض النبضة الواحدة عرض ال Bit الواحدة اوكي إذن عرض ال Bit الواحدة هو واحد على 9600 فاشقد يطلع يطلع هذا الرقم زين الموجود شوفوا تبع هذا الرقم يمثل عرض ال Bit الواحدة وهذا الرقم متغير حسب البود ريت المعتمد شوف إذن منا إلى هنا جد سجل سجل 104 مايكرو ساكند من هاي النقطة إلى هاي النقطة هذا يسمونه ال Bit Time هذا تعريف ال Bit Time جد يساوي 104 مايكرو ساكند إذا كان البود ريت طبعا 9600 هاي تقريبا الشغلة المتعلقة بالفريم اللي خاص بال UIRT To activate a UIRT طبعا نحتاج إلى أنه نشغل Cloak هاي Cloak مو ال Cloak مات عملية الإرسال واحد يقول زين أنت مو قلت Asynchronous ما بي Cloak ما بي Cloak بعملية الإرسال يعني البتات ترسل Bit وربت بدون أن تحتاج إلى Cloak لعملية تحفيز الإرسال هاي ال Cloak هي لتشغيل البروتوكول لتشغيل ال UIRT بروتوكول وين موجودة برجستر اسمه RCGC1 رجستر هذا لازم أنطي لوجيك 1 حتى أشغل ال Cloak اللي شغلي البروتوكول اللي تفعلي ال UIRT بروتوكول وليس ال Cloak اللي أحتاجها لعملية الإرسال لأنه بالإرسال أنا ما أحتاج أي Cloak في هذه الحالة هاي شغلة الشغلة الثانية You need to enable transmit and receive pins هو عنده لترانسميت مالتة مكتوب عليها TX والreceive مالتة مكتوب عليها RX هذا أول أيضا لازم أسوي لهم عملية enable هاي كلها بالconfiguration احنا بكل تطبيق مثل ما شفت بالفصول السابقة ناخذ configuration أو initialization نهيئ بيه البروتات هنا هم لازم أسوي عملية initialization حتى أهيئ البتات لعملية TX والRX خلي بالكم لا تنسون هذه المصطلحات TX إرسال RX استلام The alternative function of these pins must be also selected لحد الآن احنا شغلنا بالشابترات السابقة كان كل على البنات أن تكون Digital Unput Output في هذا الشابتر راح نبدأ ناخذ الالترنتب فونكشن تذكروا من شنة بالفصول السابقة الالترنتب فونكشن نسوي لها disable لأنه نشتغل بالبنات فقط Digital Unput Output فالالالترنتب فونكشن للبنات نسوي لها disable هنا لا راح نستخدمها The alternative function for these pins must be selected هنا راح يبدأ شغل للالترنتب فونكشن شنو قصدي بالالترنتب فونكشن يعني البن المعني هو يشتغل Digital Unput Output بس هالمرة أنا ما أريد Digital Unput Output أريد TX إذن TX تعتبر وظيفة أخرى غير وظيفة البن كDigital Unput أو Digital Output ونفس الكلام هذا البن أريد RX يشتغل كاستلام أوكي غير وظيفتك كDigital Unput أو Digital Output إذن أقصد بالالترنتب فونكشن هنا هي وظيفة TX أو وظيفة الـ RX اللي هي وظيفة أخرى تضاف إلى وظائف البن ZIN اللي كان نشغله سابقا فقط كDigital In أو Digital Out طبعا بشكل عام ويست بيتس ان بوث الـ AF هاي هاي اللي سمينها Alternative Function Select هاي إذا تذكروها هل سألت لـ Disable هسا بعد ما أسأل لـ Disable هسا لازم أسأل لـ Logic One طيق هذا قباله Logic One ليش حتى البن المعني أستخدمه لعملية الإرسال وكذلك PCTL Register مثل ما رح نشوف بعدين بالبرمجة الخوارزمية اللي تقريبا الاسلوب يعني الـ Flow Chart اللي رح نشتغل بعملية البازي ويت Synchronization لعملية الإرسال والاستلام لـ UIRT protocol مبينة بالـ Flow Chart الأول والـ Flow Chart الثاني المبينة أمامكم شون جاي تشتغل هاي خلينا أخذ حالة الأولى اللي حالة الـ RX هسا هاي هاي هنا شغل يابن يابن الـ RX وهذا يابن بن الـ TX خلينا ناخذن وحدة وحدة بن الـ RX يجي يتحسس إنكار إنكار يعني كاركتر الإدخال يعني كاركتر القراءة رح يجي إلى الـ PIN RX هل إن الـ PIN RX اجدت بيانات هل إن الـ PIN RX فارغ بالحقيقة Empty Zen لونوت Empty إذا كان Empty معناها شنو معناها ما بي بيانات إذا ما بي بيانات ارجع شاي كاميرا ثانية ارجع انتظر دخول بيانات إذن Empty يعني True Zen يرجع مقلنا بيزي ويت شوفوا Synchronization بيزي ويت رجع لوب ويظل يظل يفتر بهذه اللوب مادام ما جاءت لبيانات رح يبقى يفتر بهذه اللوب حتى وانطول للمالة نهاية هو يبقى يفتر بهذه اللوب يمتى يطلع منها من يصير Not Empty Not Empty يعني مفارغ يعني إجهة بيانات يعني استلم بيانات إذا استلم بيانات يطلع من اللوب شي سوي يقرأ الديتا يقرأ الديتا اللي موجودة على الطرف Rx الموجودة بي هاي شغلة Microcontroller شون شغلة يشيك هل إن هذا الport أو الpin اللي هو Rx هذا فارغ إذا فارغ ارجع أقرام جديد فارغ ارجع أقرام جديد فارغ ارجع أقرام جديد ويظل هي شي لا ولا مو فارغ صارت بي بيانات Not Empty اقرأ تلك البيانات وروح وديها وسويلها Processing المطلوب هذا إذا يريد يسوي عملية قراءة إذا يريد يسوي عملية كتابة يطلع إخراج على الpin Tx نفس الكلام إيشيك هل Tx فل إذا Tx فل يعني عليه بيانات بعد ما يقدر يخرج عليه بيانات لأن أساسا هو عليه بيانات من عملية سابقة أو من إرسال سابق لا زال بعد ما مخلصه خلينا افترض شان ملتهي بإرسال سابق بعد ما مخلصه إذن فل إذا فل يذب عليه إرسال جديد لا ما يذب عليه ينتظره خلصي فل يبعدني فل إذن يرجع بعدك فل إذن ويظل يفتر إلى أن Tx يصبح Not Full يصبح فارغ يعني الإرسال السابق خلص انتهى من عنده ذيش الساعة يسوي رأي Data يعني طلع Output Data على Tx لحتى تكون جاهزة لحتى تكون جاهزة لعملية الإرسال إذن هذا Flowchart العمل بالنسبة للTx وهذا Flowchart العمل بالنسبة للRx يا Synchronization يا أسلوب هذا هذا أسلوب يسمونه Busy Weight Synchronization السوفتورات البرامج ما أريد أخلط بينها وبين الشروحات رح أخليها فيديو مستقل البرامج مال هذا الشابتر رح أخليها بفيديو مستقل فنكمل الشرح العلمي ونرجع في فيديو مستقل للسوفتور والديفايس درايفر وطريقة بناءها عندي مصطلح أو عندي مسمى اسمه Disrupted Systems أو Disrupted Networks الشبكات الموزعة أو الأنظمة الموزعة اللي هو عبارة بالحقيقة عن Network عبارة عن شبكة هي شنو الشبكة الشبكة هي Collection of Interfaces Collection of Nodes Collection of Computers Collection of Microcontrollers شي تريد تسميها تسميها مجموعة من الحاسبات تربطهم شبكة أو مجموعة من المايكرو كنترولر تربطهم شبكة بحيث يعني يتشاركون بـ Physical Medium وبعض الأحيان حتى يتشاركون بعض الأحيان يتشاركون في الذاكرة مركزية معينة طبعا هم بشكل عام كل واحد إلى Private Memory مالتا والPrivate System مالتا ولكن Physical Medium على الأقل هو يكون مشترك بينهما هذا الـ Network بالكمبيوتر الأول بالكمبيوتر الثاني نعم الجواب نعم هي هاي فوائد النتورك النتورك تعطيك مشاركة تعطيك شيرينج تعطيك كووبراشن تعطيك بالحقيقة تعاون تعطيك كومنيكيشن تعطيك Synchronization هذي كلها فوائد الـ Networking ليش العالم تتجه باتجاه الـ Networking هذي هي فوائد الـ Networking زين For Embedded System The Network Provides a Means of Disrupted Computing أنا ليش أبحث عن الـ Disrupted زين الـ Disrupted في المقابل شنو أكو في المقابل أكو Centralized Systems الأنظمة المركزية في المقابل عندي Disrupted Systems الأنظمة الموزعة هسا أيهما أفضل شنو الفروقات بياناتهم الفروقات بياناتهم بالنظام المركزي الـ Center واحد وكل الـ Devices وكل الـ Nodes تتواصل مع هاي الجهة المركزية يعني Central Computers المركزي زين كلها تتواصل معه فبالتالي كلها ترجع له المركزية بيها إيجابية وبيها سلبيات بيها سلبيات ماذا لو هذا الكمبيوتر المركزي عطل الشبكة بأكملها توقف فأكو بيها سلبيات كثيرة الأنظمة الموزعة كل واحد يشتغل بمعزل افترض عندي عشر حاسبات يشتغلون بشكل حتى إذا عطلت حاسبة ما تأثر على البقية البقية كلهم يعملون حتى إذا عطلوا اثنين حتى إذا عطلوا ثلاثة السيستم باقي يعمل بالأنظمة الموزعة يفيدني في عملية الملتي تاسكينج أكثر مما يفيدني السنترال سيستم بالملتي تاسكينج أنا أقدر وزع التاسكات على النودز أو على الكمبيوترز بالنظام الموزع وخليه كل واحد يسوي جزء من التاسك بالمحصلة كلهم نفذوا تاسك بشكل أسرع فوائد كثيرة للدسروبيوتيد كومبيوتينج زيد من تيجي تربط التنتورك على شكل دسروبيوتيد سيستيم شون التوبولوجي اللي تستخدمها توبولوجي يعني ما هو نمط الربط شون تربطهم نمط الانتر كونكشن انت عندك مجموعة حاسبات تريد تربطهم بنتورك شون شكل الربط او مجموعة مايكرو كونترولرز تريد تربطهم زين بنتورك شون شكل الربط عندنا مجموعة كبيرة من التوبولوجيز توبولوجيز كثيرة موجودة اكو البس توبولوجي واكو الرينك توبولوجي واكو الستار توبولوجي واكو المالتي هوب او الميش توبولوجي انمط كثيرة من هذه التوبولوجيز مثلا كمثال اذا اخذت الرينك الحلقة الرينك توبولوجي الring topology شوفها السهنانة عندي ثري مايكرو كنترولرز مربوطات ring هذي يقولون ربط ring ممكن أربطهم على شكل mesh ممكن أربطهم على شكل bus ممكن أربطهم على شكل star أكو topologies كثيرة هذا هسا أحد هذه التوبولوجيز شون طريقة الربط تاخد TX مال الأول تودي للRX مال الثاني والTX مال الثاني للRX مال الثالث والTX مال الثالث للRX مال الأول طبعا كل واحد منهم BTX وRX فيكون ربط مالتهم بهذا الشكل هسا هذولة كم ميكرو كنترولر ثلاثة أقدر أسوي أربعة خمسة ستة مزيلا هذا الشيء أيضا ممكن أتوسع هذه الشبكة لأكثر من هذا العدد سويت هذا يقولون عليه نتورك ring topology أو ring network أو يقولون عليه distribute system أقدر أنا في التاسك معينة أنطيها جزء من هالهاذ وجزء من هالثاني وجزء من هالثالث يتعاونون يسوون cooperation لتنفيذ هذه التاسك إذن هذه simple ring network with the three nodes أوكي عن طريق باستخدام serial port أو UART port اللي هي TX والRX شنو الأدفانتز للdistributed network أريدكم تتلخصوا لياها وشنو الدس أدفانتز للring topology هذه التوبولوجي حلوة وجيدة ولكن بها سلبية سلبية أساسية بالring topology أكثر من سلبية بها ولكن أكو سلبية أساسية شنو سلبية هذه الرنج topology أريد أن تجاوبونا عليه في هذا حسب هذا الربط خلينا أخذ example بس ما أشرح كل المعتاد مثل ما قلتكم ما رح أشرح البرنامج البرامج رح أحطها كلها في فيديو واحد develop a communication network between two launch pads two launch pads يعني two microcontrollers حتى يسوي chat room chat room بين اثنين بين نفرين بين نوديين بين two computers بين two microcontrollers أوكي بس الشات هنا ما رح يستخدم به الصوت أو الكتابة يعني مو text based ولا يعتمد على ال voice ولا يعتمد على ال voice وأنه ما يعتمد على ال switches وال LEDs يعني ال switch رح يكون هو المتحدث وال LED هو المستلم عن طريق شفرة الألوان فرح تكون ال switches هي ال inputs وال LED هي ال outputs وال protocol المستخدم هو UIRT protocol هاي طريقة ال communication زيان رح يفترض وجود خمس أسئلة يطرحهم ال switch وأكو أجوبة ثلاث أجوبة يجاوبهم منه يجاوبهم ال LED ما هي الأسئلة اللي رح يطرحهم ال switch ال switch ال switch إذا يريد على سبيل المثال المرسل يريد يقول هل أنت موجود بالمكتب فيرسل لون أحمر ال switch ظلت شغلت دوس بي بحيث يرسل لون أحمر إذا رسل أصفر كأنه جايس أني هل رسل أخضر هل رسل أزرق هل رسل أزرق هل رسل أزرق أزرق نوعا ما أزرق فاتح هل أنت فارغ نجي نتحدث إذن ال switch رح يسأل هذه الأسئلة عن طريق ألوان اللدات الجواب منين يجي له من النود الثانية النود الثانية إذا رجعت لأبيض ال switch الضغطة بحيث تختار اللون الأبيض وتسوي لها send فإذا رجعت لأبيض يعني الجواب yes وإذا رجعت لأسود الجواب no وإذا رجعت لزين ال bear ball فالجواب يعني بينهما لا yes ولا no maybe أوكي فتعتمد هنا الجواب يعتمد على السؤال الذي يجاوب الشخص زين أنا شون جاي أختار هاي الألوان عن طريق ضغط المفتاح كل مفتاح رح أصمم المايكرو كونترولر الواحد أصمم بحيث المفتاح الواحد يقدر يطلع لي هاي الألوان كلها أضغط المفتاح إذا يطلع الأحمر رح أخصص مفتاح يعني سويتش هنا رح يشتغل السويتش رح يخصص لاستخراج اللون لاختيار اللون والسويتش الثاني لإرساله يعني أختار اللون الأصفر سويتش رقم 2 يسوي إرسال للون الأبيض أوكي فواحد رح يرسل السؤال والثاني رح يستلم الجواب والعكس صحيح يقدر الثاني يرسل سؤال والأول إذن يستلم الجواب إذن هنا بهاي الحالة عملية اختيار المسج بالبداية بسويتش وعملية إرسال تلك المسج بسويتش آخر هاي الشغلة إذن سويتش 1 لعملية الاختيار مثلا وسويتش 2 لعملية الإرسال هاي سويتش 1 فور سلكتنج المسج بينما سويتش 2 هذا شنو وظيفته يرسل تلك المسج هاي القضية اللي رح نعتمدها في هذا المثال هاي طريقة الربط الألكتروني هذا هو الميكرو كنترول الأول الثاني مربوطي مبيناتهم شلون هذا ربط كروس يعني TX مال هاذ للRx مال هاذ والRx مال هاذ للTX مال هاذ وطرف ثالث طبعا ground للGround مال هاذ لهاي لا تنسوا هاي مهمة إذا ما تربط هذا لGround ما يشتغل فلازم ground هاذ يتصل بGround هاذ خلصت هذا ب LED اللي هو RGB LED اللي هو يطي ثلاث ألوان بس إذا خلطتهم يطي 8 ألوان وسويتشات اثنين وهذا نفس الكلام فأنت تختار من switch 1 اللون المحدد وسويتش يرسل فتجي اللون اللي اختاريت يرسل من هذا المايكرو يجي لهذا وين ينعرض لازم ينعرض على هذا LED ينعرض أو على هذا LED أو على هذا LED هل رح يجي أبيض هل رح يجي أزرق فإذا جواب مالته هذا هي distributed network باستخدام launchpad والبرنامج مالتها إن شاء الله نأجل ونشرح بالفيديو خاص بالبرامجيات نفس هذا السؤال نطلبه منكم لثري نود ممكن ممكن نفس البرنامج هذا اللي تكتب لي two نود هاي نوديا يعني two microcontroller ممكن يصير لثري نود فاصل chat room من ثلاث نفرات من ثلاث نودات من ثلاث كمبيوترات أو من ثلاث microcontroller يصير اين نعم يصير هذا بالنسبة إلى الأشياء المطلوبة من هذا البرنامج مالته راح نشرح إن شاء الله في فيديو آخر هذا النوع الثاني من البروتوكول هذا بروتوكول شهير اللي هو يكتبون i2c أو يكتبون i2c هو بالحقيقة i2c زين البروتوكول هذا يعني ممكن واحد يطلع عليه بس أنا ما أطلب من لتخفيف اللي همني البروتوكول الثالث اللي هو الSSI أو مرات نسمي SPI هذا راح نأجل إلى فيديو قادم وشكرا جزيلا